فليه؟ تعال أقول لكم إيه أصل الحكاية؟ لأن ده لازم يتعامل هو اللي مادة حاج ما يستهلش ده اللي مادة غالي وحاجة كبيرة جدا في الحضارة المصرية القديمة وهو أزوريس لأن أزوريس ده كان شاب صغير أخوسس أو ست طمع في كل ما ورسه أزوريس أزوريس هو اللي مسك عرش مصر أزوريس هو اللي الجاوز حلوة إزيزة جميلة لكن هو اللي الجاوز نفسيس الوحشة هو اللي ما كانش بيخلف لكن أزوريس اللي كان بيخلف فكان لازم ست أو سس ينتقم من أخوه أزير أزير ده هو اللي بسببه المصريين بيتحنطوا مصريين قدماء هو ده بسببه أنه بيتلبس أبيض لغة دلوقتي في الكفن هو ده سببه اللي الحضارة المصرية قلها قامت عليه القصة دي مشابهة تماما لقصة قبيل وهابيل بالمل لأن المصر القديم عارف الدفن عن طريق أزير زي ما قبيل وهابيل عرفوا البشرية الدفن وعملية الدفن العاملة إزاي طبعا اللي اتصدقوا من الموت بتوعهم هم أخواته نفتيس وإزيس دول أخواته هو كان متجاوز إزيس هتقول ليه هو بيتجاوز أخته ما هي دي بداية البشرية يا جماعة ما هو لازم لتنين توقم واتنين توقم ده يتجاوز أختي ده وده يتجاوز أختي ده وده اللي حصل عشان كده أزير كان من نصيبه إزيس لكن ساد كان من نصيبه نفتيس ونفتيس ما كانتش حلوة فطبعا لما هو عمل كده خده وقطعه علشان يضمن كمان إنه هم يجمعش داني فكان دور إزيس ونفتيس إنه هم يجمعوا أشلقه وإنه هم يحموا حورس إنه هو ابن أزير من إزيس وفي نفس الوقت إزيس كانت مراته عملت مناحة ساعد لما قرفت لدرجة إنه بيقولوا من ضمن الأسطورة يعني إن الفيضان اللي بيحصل نتيجة لبكاء إزيس على جزه أزير وده السبب إنه هم بيرموا عروسة عروسة مش بني أبنى عروسة على شكل إزيس في النيل علشان الأستاذة إزيس تلتقي بجزه أزير اللي هو لما تقطع سيس قطعه رما في النيل فهي لما تلتقي بجزهة في نهر النيل هيحصل إيه؟ هيحصل التقاء ما بينهم فمش هتعايض فمش يحصل فيضان فده سبب عيد وفاء النيل ملوش علاقة خلص بالعزارة ولا رمي بريئة من الكلام ده كله قصة تم إضافتها في العصر اليوناني والروماني على إيد المؤرخ يوسف السيد يهودي علشان يشوه الحضارة المصري القديمة ويعطيها طابعة الوثنية عشان هو كان جاي بقى بدين جديد اللي هو الدين بتاعهم بقى اليهود وكده فعايزين يخلوا الدين المصري القديم في وسنية جديدة فضافوا فيه الجزء ده لكن الجزء ده مش موجود فسبب النحيب والصويت والزعاج ده كله هم الأختين دول دولار سي يعني الستات النحيبات اللي من الدرجة الأولى